عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وذلك بمكتب سمو الحاكم ضمن اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتأكيدا على توجيهات صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم إمارة الشارقة الرامية إلى تحقيق الأمان الأسري والاستقرار السكني والاجتماعي اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الأولى لسنة 2019 من مستحقين منح الأراضي السكنية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة حيث أوضح سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الدفعة الأولى تضم 1130 قطعة أرض على مستوى مدن ومناطق الإمارة المجلس أصدر أيضا خلال جلسته القرار رقم 7 لسنة 2019 بشأن حل شبكة الشارقة لحماية الطفولة في إمارة الشارقة حيث نص القرار على أن تحل الشبكة وتأول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة كما ناقش المجلس أيضا مشروع قرار تنظيم مزاولة أعمال المقاولات الهندسية وبعد استعراض مواد المشروع وإبداء السادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول القانون وجه المجلس بدراسة الملاحظات وتضمينها لمشروع القانون ختاما اطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون إعادة تنظيم جامعة الشارقة ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفالك حيث وجه المجلس برفعهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة توطئة لإصدارهم ترجمة نانسي قنقر